إيه اللي المرأة العربية لازم تاخد بالها منه وهي بتعمل فستان؟ يعني أنا عارف دايماً بيروحوا للمصممة لازاة ويبقى معها صورة تقول لها أنا عايزة دولشانجابة أنا عايزة زيدة يعني بتبقى مهوسة بكت معينة أو بشكل معين تنصح إيها بإيه؟ تقول إيه لايه؟ طبعاً لازم لما أجي أصمم فستان لأي مرأة لازم في الأول الجلسة الأولى نعتبرها تعارف جلسة الأولى؟ الجلسة الأولى بالظفت يعني تعارف على شخصيتها على شكل جسمها على بشرتها بعد كده هي حتوريني الفستان أنا ما حاجة في الأول أقول لها لا ما ينفع دا لك أنا ممكن أقول لها جداً حلو بس لو عملنا كده أو عملنا كده يكون أفضل اللون دا أحسن لك يعني أنا بعطيها رأيي في بعض سيدات تتقبل في بعض سيدات تقول لك لا أنا أبغى كده أنا إذا لقيت أن الفستان دا نهائي ما ينفع حيزبط معاها أقول لها أنا ما أقدر أسوي لأنني أنا لو سويتلك هو حيكون ما هو مزبوط على جسمك لكني جرب في الأول نعمل خياطة على بطانة فأنا بعمل لها الفستان كامل على بطانة وببريها الموديل دا وبوريها زي باترون كده باترونة بالزبط فلما تيجي يعني لما تيجي تشوف لا صح هذا موحل وهذا أحلى البطانة معنا اقتنعت برأيي أنا كمتخصصة في طبيعة الجسم زي الدكاترة لما يروح لي دكتور بالزبط تيجي واحدة تيبغى تشفط في مكان يكون لا المفروض هذا لا هنا صح هنا نفس الشيء إحنا أنا رأيي أنه من أصعب الحاجات التعامل مع المرأة خصوصا فيما يتعلق بفستانها ولا إيه رأيك مسألة نفسية بحتة بالزبط وممكن تيجي فجأة تقول لك لا لا ما أبغى كده أنا كنت أبغى كده وبعض الأحيان تيجي تقول لي والله صادقة يعني هذا رأيك كان صح فإحنا ما نقدر نضغط عليهم لأنه فيه شخصيات جدا يعني متمسكة برأيها لكن نقدر أنه نعطيها عدة آراء ونوريها عدة صور نصمم لها أكتر من شيء قالين ما تقتنع وإلا بيصير أنه الحمد لله بعد ما تصمم الفستان وتلبسه تلاقيها دايما بخلاص مقتنعة وبترسل أحد من أهلها يسوي فهذا الشيء يعني الحمد لله هل المرأة اللي تفرج علينا دلوقتي مثلا أنه العباية دي تقدر تلبسها في أي وقت وفي أي مكان يا زي ما حيني شايفين أهو ولا هتقول لك لا أنا ما حبش يبقى شكلي عربي قوي كده أنا عايزة حاجة أكتر غربية يعني إزاي تقدر تقنعيها بالمظهر ده أنها تخرج بي وتبقى موجودة بي والله كل مظهر حسب المناسبة اللي هي فيها يعني في مناسبات عربية مؤتمرات عربية حلو أنها تظهر بهذا الشكل بس أنا شايف العباية فيها شغل مزهل ده أكيد خيوط دهب نعم وفيها دبل فاس يعني لو جلبت العباية هتلاقيها من جوها كلها جولد ولو لبستها كده هتكون نص كده ونص كده يعني هي تقدر تلبسها في محافل معينة شغل زيدي بيخدوها تادي أكيد بيخدوها طويل جدا والله الحمد لله يعني طبعا هناخد عدة يعني مراحل على بل ما تصير العباية طبعا بتاخد وقت أكيد كتير وأكيد كذا يعني حد وكذا إيد بتقعد تشتغل فيها أكتر من وقت يعني طبعا فيه أشياء إحنا بنشتغلها وفيه إكسسوارات بنضيفها بالإضافة طبعا لتداخلات الألوان مع بعضها هل فيه حاجة زي ما كل سنة يقولوننا السنة الجاية اللون الموضة إيه الطول إيه يعني السنة الجاية مثلا لو عايزين نقولي السنتات تفرج علينا السنة الجاية اللون إيه طبعا إحنا بنتقيد بالموضة العالمية في الألوان الآن في الفترة دي أنتهى يعني كاف يعني كنا زمان نمشي على خطوط الموضة العالمية في الألوان الأخضر الأصفر كل سنة فيه لون كده طبعا الألوان هذه السنة اللي هي الصارخة كتير صارخة الأورنج الأحمر اللي على فوشي الأزرق اللي هو على كحلي كل الألوان الصارخة هي الموضة الأخضر كل الألوان هذه السنة بس أنا بقى أقول يعني في ضمن حديثنا أو في ضمن أشياء اللي بنتكلم فيه في المؤتمر حقنا ليش ما نخلي للعالم العربي هو كمان يحدد ألوان موضة سنوية يعني أوكي هنمشي على الموضة العالمية بس لي ما نكون إحنا برضو عاملين حسب بيئتنا وحسب ظروفنا لي ما نعمل إحنا لنا قطوط عالمية سنوية في الألوان وفي الخامات فهذا الشيء اللي أنا فعلا بتكلم فيه وبناقش فيه إنه ملازم دائما نتبع نفس عالم الموضة الأوروبية إحنا كوحدة ما شاء الله يعني عربية كبيرة وعندنا مصممين وصممات جدا يعني رائعين وقوة شرائية كمان بالضبط وإحنا عارفين بيئتنا فليما نجي نعمل برضو موسم الموضة السنة حيكون ألوان كده الموضة كده هذا الشيء مرة حيلو إنه كلنا كمان إحنا يعني كيان ترجمة نانسي قنقر